أهلا بكم في امتداد لأحداث العدوان الجارية وقاععه في غزة لليوم السابع والثلاثين على التوالي حافظت الجبهة اللبنانية الجنوبية على سخونتها عند الحدود فالقصف الإسرائيلي تجدد اليوم بعنف عبر الطيران المسير والمدفعية على أطراف عدد من البلدات وقد استخدمت القذائف الفسفورية والانشطارية في الكثير من هذه الاعتداءات في المقابل تابعت المقاومة دك مواقع وتجمعات العدو في المستوطنات المقابلة ولسيما ثكنت توفيذ ومنطقة يفتاح حيث سقط عدد من الإصابات باعتراف جيش الاحتلال وفي مدينة النبطي ودعت أفواج المقاومة اللبنانية أمل أحد مجاهديها الشهيد علي جميل داود في مراسم تشييع حاشدة غصت بها شوارع المدينة وباحاتها حيث أكدت حركة أمل المضي في طريق مقاومة العدو مهما غلت التضحيات تفاعاً عن لبنان ومواطنيه وشددت حركة أمل على أنه يتجدد اليوم قول الشهيد إن القبضة الحسينية تتحدى القبضة الصهيونية مشددة على أن الوحدة الوطنية هي أنضى سلاح في مواجهة العدو ومن لبنان إلى فلسطين حيث تتوالى فصول العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة بشراً وحجراً أما على رأس لائحة الاستهداف فتقع المستشفيات ولسيما مجمع شفاء الطبي الذي يتعرض لحصار قاس يحول دون خروج أي متحرك من المباني التابعة له تفاقم نزيف المستشفيات حذرت من مخاطره منظمة أطباء بلا حدود بقولها إنه في حال لم يتوقف سفك الدماء فوراً عبر وقف لإطلاق النار أو الحد الأدنى من إجلاء المرضى ستصبح هذه المستشفيات مشرحة وفي تحذير مماثل أبدى المرصد الأيرو متوسط لحقوق الإنسان خشيته من تعرض الألاف من المرضى للموت ببطء في غياب حد أدنى من الرعاية الطبية مع مواصلة إسرائيل حربها على القطاع وفي البيدان البري لم يحقق جيش الاحتلال أي إنجاز حقيقي في مواجهة مقاومة فلسطينية أسقطت قوات النخبة في أفخاخها وكمائنها موقعة خسائر كبيرة في صفوف ضباط وجنود وآليات العدو ورغم ضربه طوقاً مشدداً من التكتم أقر جيش الاحتلال بمقتل خمسة من جنوده وإصابة آخرين خلال الساعات القليلة الماضية ما يرفع عدد قتلاه منذ بدء العمليات البرية إلى 43 ومنذ السابع من تشرين الأول إلى 360 قتيلاً ترجمة نانسي قنقر